موسيقى اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على فاطمة وآبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا من رحمتك يا أرحم الراحمين سلام على آل ياسين السلام عليك يا دعي الله ورباني آياته السلام عليك يا باب الله وديان دينه السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك السلام عليك يا بقية الله في أرضه هذه الليلة ليلة فريدة في السنة ليلة النصف من شعبان وما أدراك ما هذه الليلة ليلة الابتهال إلى الله ليلة الدعاء والتضرع والخشوع والتوسل بإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف ليلة في الروايات الشريفة عن أهل البيت عليكم السلام لها فضل عظيم وكرامة عظيمة فيها مجموعة من الأعمال من الغسل ودعاء كميل وزيارة الإمام الحسين عليه السلام ومجموعة من الأدعية والزيارات والصلوات هذه الليلة تستحق أن نسهر إلى أذان الفجر أن لا ننام هذه الليلة وأن نجعل هذه الليلة المتعلقة بسيدنا ومولانا الحجة بن الحسن المهدي روح وأرواح العالمين لترى بمقدمه الفداء إمام زماننا الحبيب الغائب صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف ليلة هو الإمام ينظر إلينا في هذه الليلة ماذا نعمل وكيف نتوجه إلى الله ونبتهل إلى الله ونتضرع إلى الله بالدعاء لتعجيل فرجه الشريف سيدي يا صاحب الزمان أين أنت في هذه الليلة عند جدك أبي عبد الله الحسين تزور الحسين عليه السلام أم في مسجد سهلة أم عند جدك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينظر إليكم بعناية فائقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه يتوقع منكم أنتم أهل المعرفة تعرفون الإمام ولو بمعرفة جزئية بسيطة أنه الحج من قبل الله تبارك وتعالى هذه الليلة جزء منها في التضرع والابتهال والدعاء إلى الله عز وجل والتدخل في أقدارنا لأن الأقدار في مثل هذه الليلة تقدر لكل واحد مننا وفي ليلة القدر مولانا الحج صلوات الله وسلامه عليه يوقع على هذه الأقدار إذن هذه الليلة كل من له حاجة كل من له أمني في حياته توسلوا بإمامكم تضرعوا إلى الله اجعلوا الوسيلة إلى الله مولانا الغائب الحبيب الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه هذه الليلة لنترك الدنيا التي أحاطت بنا من كل جانب العلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي أوقفوه أي برنامج لديكم أوقفوا كل شيء هذه الليلة اجعلوا لها خصوصية خاصة في حياتكم فعلا نحن نحتاج أن نتوجه إلى الله أينما تكون الذين هم في كربلاء وهم بجوار حرم أبي عبد الله الحسين والذين كانوا يتمنون أن يكونوا في مثل هذه الليلة في كربلاء ولم يحالفهم الحظ لم يوفقوا لذلك لأي سبب من الأسباب قد تكون هذه القلوب بجوار المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ما أجمل أن نصلي هذه الليلة نصلي هذه الليلة صلاة الليل في حرم الحسين عليه السلام وأن لم تمكن في حرم الحسين في بيتنا إن تمكننا تحت السماء أن نصلي صلاة الليل وأن نصلي صلاة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف صلاة الفرج اللي هي من ركعتين مثل صلاة الصبح ولما تصل إلى آية إياك نعبد وإياك نستعين تكررها مئة مرة وبعد الانتهاء من الصلاة الركعة الثانية كالركعة الأولى بعد الانتهاء تتوجه إلى الله تبارك وتعالى وتسبح بتسبيحة الزهراء عليه السلام دعاء كميل لماذا في هذه الليلة؟ المعروف والمشهور دعاء كميل في ليلة الجمعة ولكن في ليلة النصف من شعبان هناك استحباب بقراءة دعاء كميل لأنه يعطي للإنسان يضفي على الإنسان روحانية فائقة يجعل الإنسان المشغول في صخب هذه الدنيا تحوطه الملذات تتجاذبه من اليمين والشمال تضغط عليه الغرائز والشهوات وعالم المادة بكل أبعاده ها هي الليلة ليلتك هذه ليلتكم استغلوا هذه الليلة بالعبادة بالتوجه إلى الله هذه فرصة نسميها فرصة ذهبية في حياتنا أن تتدخل في مصيرك وفي قدرك الله عز وجل أتاح لك بالتدخل وسمح لك بالتدخل بالتوسل بإمام زمانك المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن نسعى ونحاول حتى إذا أصبنا بالنعاس نحاول أن لا ننام هذه الليلة طبعا الابتعاد عن شاشات التلفاز الابتعاد عن الموبايل الابتعاد عن كل شيء يشغلنا عن الله تبارك وتعالى ونتوجه إلى إمام زماننا المهدي صلوات الله وسلامه عليه فكروا جيدا كم نحن جعلنا الإمام يعيش في غربة كم نحن ساهمنا في ظلم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو الطريد هو الشريد هو الغريب هو الوحيد لماذا؟ لأننا قصرنا مع الإمام لأننا ابتعدنا عن الإمام لذلك الإمام يعيش هذه الغربة يعيش هذه الوحدة يعيش عالما بعيد عننا ونحن نعيش في عالم بعيد عننا كثيرا ما لما أذهب إلى ألقاء المجالس والمحاضرات ولما أتحدث عن الإمام أنظر في عيون الحاضرين كأنهم يقولون لي من هو هذا الإمام الذي تحكي عنه وما علاقتنا بهذا الإمام نحن سمعنا اسم الإمام المهدي ليس لدينا أي تفصيل وأي فهم للإمام صلوات الله وسلامه عليه لماذا؟ هذا إمام زماننا أمرنا يهم الإمام فلماذا أمر الإمام لا يهمنا؟ ليش؟ ما هو السبب؟ الناس إن شغلوا بالملذات شغلوا بهذه الدنيا كل إنسان عند التزامات وعند أشغاله وعند العالم اللي يعيش به ولا يفكر أن الإمام الآن ماذا يصنع ماذا يفعل الإمام الآن هو في أكيد في حالة توجه إلى الله تبارك وتعالى ينتظر من شيعته يتوقع من شيعته أن يبتهلون إلى الله تبارك وتعالى ويدعون بدعاء الفرج والتوجه إليه الإصرار هذه الليلة مئة مرة مئتين مرة أكثر اللهم عجل لوليك الفرج إلهي عظم البلاء وبرح الغفاء أقرأ هذه الأدعية وأتوجه إلى الإمام أكثر وأكثر وأناغي الإمام وأناجي الإمام أينما تكونوا في أي بلد من بلاد العالم قد الكثير يتمنى أن يكون هذه الليلة عند الإمام الحسين ولكنه بعيد بعيد بجسده قريب بروحه وعقله ووجوده ووجوده قريب من الإمام يشعر بالإمام ما أجمل هذه اللحظات ما أروع هذه الساعات اللي في حياتنا الإنسان بلاد سيدنا ومولانا الإمام المهدي صلى الله والله وسلم عليه ولكن كيف تمت الولادة وما هي الصعوبات طبعا هذا ألم سأذكره لكم أعتب أوجهه إلى الرواديد الله يبارك فيهم إن شاء الله والكثير من الهيئات ترى أنهم في أيام في هذه الليالي هذه الليالي تتعلق بالإمام المهدي ولكن هذه القصائد الطربية هذه القصائد التي لو تستمع عليها لا تختلف عن الغناء بشيء أنا أسأل سؤال هذه الطربية تطربون على ماذا تطربون الناس على ماذا يعني هذه الألحان غير الشرعية هذه الألحان المحرمة هذه القراءة الخفيفة غير اللائقة أنتم فرحين بمولد الإمام المهدي أنتم تقرؤون الإمام المهدي ألا تعلمون ما هو حال الإمام ألا تعلمون كيف ولد الإمام كم مرة تقلت السيدة نرجس كم مرة حاولوا تعذيبها وإيذاءها والضغط عليها لكي تعترث على الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم أتعلمون ما هو حال الإمام العسكري في ولادة الإمام أتعلمون أن دار الإمام الحسن العسكري كانت محوطة وكان القمع والإرهاب والتخويف والإيذاء يحوط بدار الإمام الحسن العسكري بهذه الأجواء السيدة نرجس تريد في هذه الليلة أن تلد الحجة الإمام قمع ورهاب وتعذيب على ما تضحكون أنتم فريحون بماذا بماذا تفرحون تفرحون وترقصون على جراحنا الإمام المهدي الآن بأي حال الظهر ما عدكم معرفة بمرحلة بالمرحلة اللي مر بيها الإمام المهدي الإمام المهدي الآن يتألم ينظر إلى شيعته ينظر إلى مظلوميتهم ينظر إلى قهرهم ينظر إلى البلاء الذي ينزل عليهم لا أعلم الإخوان الرواديد يقرؤون هذه الطربيات والناس يصفقون وكل هذه التفاصيل قد يكون في بعض الأمه الإنسان يقرأ مولد ما في مشكلة بس الإمام المهدي عدنا ألم عدنا مصيبة إحنا لا عدنا مصيبة ما عدنا هذا الشيء اللي أنتوا ألا تقرؤه ومع الأسف هذا أمر مؤلم هذا أمر مؤلم الإمام المهدي أقرأوا الغيبة متى بدأت عند الإمام تصورون باستشهاد الإمام الحسكري الإمام الحسن العسكري كان عمر الإمام المهدي خمس سنوات غيبة الإمام بدأت من يوم ولادته الإمام العسكري ما كان يتمكن أن يري الشيعة إلا الخلص الشيعة أن يريهم الإمام عد جل الله تعالى فرجه الشريف السيدة حكيمة عمة الإمام الحسن العسكري بنت الإمام محمد الجواب كم لها من الشأن كم لها من الكرامة الرواية تقول ويرويها الشيخ الصدوق في إكمال الدين أن في هذه الليلة الإمام الحسن العسكري يخبر السيدة حكيمة بقضية الولادة يعني حتى السيدة حكيمة بمكانتها العظيمة عند الله تبارك وتعالى بجلالة قدرها عند الله عز وجل لا تخبر إلا هذه الليلة أتعرفون الألم عند الإمام الحسن العسكري عند السيدة نرجس هو إمام زماننا كم هو يتألم لذلك أرجو أن تقدر الأمور بقدرها أرجو أن تلاحظ الأمور يعني لازم تفهمون لما نعمل مواليد موها الكثر بعد زيدوها بالطربيات وتجعلون الناس تحت عنوان أنه هذا مولد ما فيه إشكال إذا كان ألحان غنائية وطربية فيها إشكال كيف ما فيها إشكال الرواية تقول حتى تعلمون أن أولادة الإمام المهدي أي فرح فيه أي فرح كلها آلام كلها آلام وعذاب ومحن جرت على بيت الإمام العسكري السلام الله عليه اقرأوا الرواية معي رواية شيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين يذكر هذه الرواية عن السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجوى صلى الله عليه وسلم تقول بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام فقال يا عمّة يا عمّة جعلي إفطارك الليلة عندنا فإنها ليلة النصف من شعبان وإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة وهو حجة الله في أرضه يعني ما كان عندها ألم الإمام هو الذي أخبرها بذلك فقالت السيدة حكيمة عليه السلام ومن أمه يعني هذا الأمر كأم موسى ما كان الحمل يظهر عليها السيدة مليكة اللي سماها الإمام الحسن بنرجس سيدة نرجس عليه السلام ما كان الحمل ظاهر عليها قال لي نرجس فقلت جعلني الله فداك ما بها من أثر أثر الحمل ما موجود عليها ليش ما موجود أيها الشيعة لماذا لم يظهر عليها أثر الحمل لأنه إذا ظهر أثر الحمل بن العباس جاءوا إليها وقتلوها وقتلوا من في أحشائها على كل حال جاءت السيدة نرجس وجاءت السيدة حكيمة وجلست إليها على كل حال هناك حوار جرى بينهما أنا لا أريد أتكلم بكل هذه الحوارات ولكن أصل إلى الهدف وبعدين عندنا أيضا أريد أن نتكلم أنه بعد ولادة الإمام كيف أن الإمام الحسن العسكري كان يظهر الإمام وهو صغير عنده الخلص من شيعته كأحمد بن إسحاق القمي قالت حكيمة فقلت لها يا بني أن الله سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيداً في الدنيا والآخرة فجلست نرجس واستحيت فلما تقول بالنتيجة تأخر الأمر الإمام قال للسيدة حكيمة جعلي إفطاركي عندنا يعني هذا يدل أنها كانت صائمة سيدة حكيمة عليه السلام في إفطاركي عندنا الأمر وصل إلى الليل آخر الليل ف بالنتيجة ما صار شيء فتقول السيدة حكيمة فدخلتني الشكوك لم تحكي شيء ولكن الإمام قرأ بعلم الغيب فصاحبه أبو محمد من المجلس يعني من حجرته كان جالس فيها لا تعجلي يا عم فإن الأمر قد قرب انتظري الأمر يعني ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه تقول قد قرب الفجر فإذا بالفجر الأول قد طلع على كل حال تقول أنه صار خجلت من هذا الموقف اللي صار مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه فلقيت فلقيت السيدة النرجس على الباب فقلت لها هل تحسين شيئا قالت نعم يا عم إني أجد أمرا شديدا قالت السيدة حكيمة عليه السلام اسم الله عليك اجمعي نفسك واجمعي قلبك فهو ما قلت لك لا خوف عليك إن شاء الله على كل حال جاءت بوسادة وضعت عندها على كل حال تقول فصاحبي الإمام الحسن عسكري فقال قرأي عليها أننا أنزلنا في ليلة القدر يعني هذه أيضا المرأة الحامل التي تريد أن تلد أن نعمل بهذه السنة المباركة المرأة التي تريد تلد حتى تسهل عليها الولادة أن يقرأ عليها سورة أننا أنزلناه في ليلة القدر فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ اللهم صلي على محمد والمحمد الجنين يعني الإمام صلى الله عليه وسلم في أحشاء السيدة نرجس السيدة حكيمة تقول أنا أقرأ سورة أننا أنزلناه الجنين الذي في أحشائها أيضا يقرأ معي فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ ففزعت لما سمعت يعني الإنسان بدرجات الإيمان اللي عنده لما يسمع شيء كرام من كرامات يا أهل البيت اللي الله تبارك وتعالى خصهم بها كل ما يرتفع درجات الإيمان والعقيدة السليمة كلما لما نقرأ هذه القضايا والأحاديث والروايات لا نزداد إلا يقين لا نزداد إلا تسليم إلا عقيدة بأهل البيت صلى الله عليه وسلم وصاحبي هذه مرة ثانية صاحبي أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام لا تتعجبي من أمر الله عز وجل إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا هو هذا هذا الكلام بحد ذات يحتاج إلى الشرح ولكن حتى أصل إلى بقية الحديث فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس الإمام حكى معاه وقال أنه نحن صغار لما في صغرنا شيء وفي كبرنا الإمام بعده ما مكمل كلامه غيبت نرجس سيدة حكيمة تقول السيدة نرجس موجودة فغيبت عني نرجس هذا أمر الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى تدخل إلهي غيبت أين ذهبت فلم أرها أخذتها فترة فعدت نحو أبي محمد أنا كانت موجودة عندي مرة وحدة ما شفتها فذهبت تقول ذهبت إلى الإمام الحصن عسكر عليه السلام وأنا صارخة يعني صارت السيدة حكيمة تصرخ أنه الآن كانت موجودة عندي مرة وحدة غابت عني فقال رحت عند الإمام فقال إمام ارجعي ارجعي يا عم فإنك ستجدينها في مكانها أين ذهبت العلم عند الله في السماوات في أي رحاب في عالم الغيب أمر هذا يخص الله تبارك وتعالى فرجعت فلم ألبث أن كشف الحجاب الذي كان بيني وبينها إذن كان هناك حجابا بمعنى قد تكون هي موجودة ولكن كان هناك حجاب من الله تبارك وتعالى بالنتيجة هناك أمور غيبية هذا الحجاب كشف بيني وبينها وإذا عليها التفتوا لهذه الرواية وإذا عليها من أثر النور ما غشي بصري هل كثر هذا النور قوي الذي من السيدة نرجس عليه السلام ما غشي بصري بصري ما تمكن أطالع فيها من هذا النور السيدة حكيمة ما تتمكن تنظر أنا وأنت وإذا بولي الله صلوات الله عليه ملتقيا متلقيا الأرض بمساجده حتى تعلم تعلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله العبودية لله نحن لما نتحدث عن أهل البيت عن مكانتهم عن كرامتهم عن هذه الدرجات العظيمة لهم فهم عبيد لله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الإمام المهدي أول مشهد في الظاهر في عالم الدنيا وجدوه ساجدا لله تبارك وتعالى وإذا أنا بولي الله صلوات الله عليه متلقيا الأرض بمساجده وعلى ذراعه الأيمن ذراع الأيمن مكتوب وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا على كل حال يعني الإمام وجدوه وجدته والسيدة حكيمة أنه ساجد لله يقول يردد هذه الكلمات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن جدي محمد رسول الله وأن أبي أمير المؤمنين ولي الله ثم عد الأئمة إماما إماما هذه العقيدة يعني الإمام المهدي في ولادته في اللحظات الأولى من ولادته يعطينا درسا متكاملا في العقيدة السليمة هذا إمام وهذا نص يذكر الشيخ الصدوق في إكمال الدين بالنتيجة هذه رواية موجودة في كتاب إكمال الدين إلى أن بلغ إلى نفسه ثم قال اللهم أنجز لي هذا عمر الإمام دقائق اللهم أنجز لي ما وعدتني وأتم لي أمري وثبت وطأتي واملأ الأرض بعضلا وقصطا الإمام جاء من أجل إنقاذ البشرية إنقاذ الأمة إنقاذ المجتمع توجيه الناس إلى الله تبارك وتعالى ثم رفع رأسهم إلى الأرض وهو يقرأ هذه الآية الكريمة شهد الله أنه لا إله إلا هو على كل حال بعدما الإمام قرأ هذه الآية أنا أتكلم بالمقاطع كما ورد في الرواية الشريفة ثم عطس الإمام الصلاة الله وسلامه عليه ثم عطس فقال الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله على كل حال هذه أيضا من المستحبات أي واحد يعطس يعطس يقول الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله وهذه السنة واردة عن إمام زماننا صلوات الله وسلام تقول السيدة حكيمة فأخذت بكتفيه فضممته إلي وأجلسته في حجري فإذا هو نظيف منظف عاد أنه أي إنسان لما يولد لم يكن منظفا فصاح أبو محمد العبارة في قضية السيدة حكيمة هذه المرة الثالثة نجد أن الرواية تقول فصاح يعني الإمام كلام الإمام كان بهذه الطريقة هلمي إلي بابني يا عم جيب ابني هلمي إلي بابني يا عم فجئت به إليه فأجلسه على راحته اليسرى وجعل راحته اليمنى على ظهره ثم أدخل الإمام العسكري لسانه في فم الإمام المهدي في فيه وأمر يده على رأسه وعينه وسمعه ومفاصله ثم قال تكلم يا بني وفي رواية قال يا بني أنطق بقدرة الله تكلم يا خليفة الأتقياء فشهد الشهادتين وصلى على النبي والأمة الطاهرين واحدا بعد آخر طبعا هناك مجموعة أيضا هناك نصوص أخرى موجودة لإمام الحسن العسكري عليه السلام بعد ما قرأ هذه الآيات ودعا للإمام المهدي سلام الله عليه أرجعه إلى السيدة حكيمة قال يا عم رديه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن وإن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفعلا الآن كثير من الناس لا يعلمون أن الحق هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وأن له مكانة ومنزلة كبيرة عند الله طبعا هناك مجموعة من الروايات في هذا الموضوع وهناك فيها كرامات متعددة ولكن أنا اكتفيت بهذا المقدار من النص تقول السيدة حكيمة عليه السلام فلم أزل أرى ذلك الصبي كل أربعين يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد بأيام قلائل يعني الإمام الإمام يختلف عنا البعض يقول يعني زين الإمام الحسن العسكري رحل والإمام المهدي عمره خمس سنوات كيف رأته رجلا فلما عرفه هي تقول فلما عرفه فقلت لأبي محمد يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه أجلسي بين يديه من هو هذا الإنسان فقال ابن نرجس وهو خليفتي من بعدي وعن قليل تفقدوني فأسمعي له فاسمعي له وأطيعي هذا كلام نص واضح من الإمام الحسن العسكري أن الإمام من بعد الإمام الحسن العسكري للإمام المهدي ولو أن الإمام المهدي له من العمر خمس سنوات ماذا قال عيسى بن مريم ابن ثلاثة أيام قال إني عبد الله فإذا عيسى بن مريم نطق وهو في المهد فسيده ومولاه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أيضا ينطق أيضا له هذه الكرامة على كل حال هناك أيضا روايات متعددة في هذا الأمر ولكن فعلا الروايات تقول أن رواية أيضا موجودة وهناك اختلاف أن أن الإمام صلوات الله عليه هو هو عيسى بن مريم هو موسى بن عمران هو إبراهيم الخليل هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه إنما الإمام المهدي كان يجسد كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين طبعا الإمام ولد في أجواء من الكتمان والخفاء يعني الإمام في حالة سرية بدون أن يعلم أحد حتى الشيعة ما كان عندهم علم بساعة ولادة الإمام وكل القضية التي تتعلق بولادة الإمام كانت في سرية تامة لماذا؟ لأنه كان الأمر مراقب الجواسيس كانوا يراقبون كانوا ينتظرون كانوا يحاولوا أن يقلوا على الإمام وكما تعلمون وذكرت لكم أن الإمام تعرض لمحاولات متعددة لاغتياله على كل حال هناك رواية أن هذه الرواية تقول أنه الإمام الحسن العسكري وزع أراد أن يبلغ الشيعة أن الإمام الإمام المهدي ولد فماذا صنع؟ صنع الإمام الحسن العسكري أعطى عقيقة تعلمون العقيقة مهمة جداً والعقيقة هي هذه الذبيحة الشات يذبحوها عن المولود والإنسان حتى إذا لم يعمل له في صغره يعني أبي أمي ما يعملوا لعقيقة حتى إذا صار عمره عشرين وثلاثين واربعين فمن الجيد الإنسان أن يعمل عقيقة عن نفسه طبعاً في حياته ليس بعد موته في حياته يعمل الإنسان عقيقة هذا أمر مستحب زين واحد يعملون عقيقة واحدة ولكن الإمام الحسن العسكري عمل ثلاثمائة عقيقة للإمام المهدي في كل البلاد أي مكان موجود هناك مجموعة من الشيعة أمر الإمام الحسن العسكري بأن يعمل عقيقة ويعلم الجميع أن الإمام المهدي ولد ولكن أين مكان الإمام في أي مكان هذه كانت قضية سرية حتى يحافظوا على حياة الإمام صلواته الله وسلامه عليه بدأ الإمام الحسن العسكري بإخبار ثقات الشيعة هذه الرواية من الروايات الجميلة والرائعة جداً وفعلاً الإنسان لما يقرأ هذه الرواية اللي تتعلق بالإمام المهدي يشعر بجمالية الحدث أن الإمام الحسن العسكري لما يتكلم عن موضوع لادة الإمام المهدي صلواته الله وسلامه عليه وكيف أن الثقاته من الشيعة كان يخبرهم بذلك الرواية مروية عن الإمام وهذه رسالة إلى الشيخ أحمد بن اسحاق القمي وهو من أجلاء أصحاب الإمام الحسن العسكري ويسمى بشيخ القميين الإمام صلواته الله وسلامه عليه حدثه بهذا الحديث وهذا الحديث أذكره لكم الشيخ الصدوق يروي عن أحمد بن اسحاق وهو من أصحاب الأم الكرام يعني من أصحاب الإمام الهادي والعسكري ومن أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري وأيضا له كتب كثيرة معتمدة ومن خواص الإمام الحسن العسكري ومن تشرف برؤية الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف حدثنا علي بن عبد الله الوراق قال حدثنا سعد إلى أن يقول عن أحمد بن اسحاق بن سعد الأشعري قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهم السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده أريد أسأل الإمام الخليفة من بعدك من هو فقال لي مبتدئا أنا دخلت على الإمام الحسن العسكري حتى أقول له يا ابن رسول الله من هو الخليفة من بعدك فقال من الإمام العسكري قبل أن أسأله هو قال قال يا أحمد بن اسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة الله على خلقه يعني الأرض منذ أن خلق الله قبل أن يخلق رب العالمين هذه العوالم وهذه الدنيا وهذه الأرض والكون قبل أن يخلق الكون خلق الحجة الإلهية به يدفع البلاء عن أهل الأرض يعني الآن الإمام المهدي سلام الله عليه موجود فإن الله يدفع البلاء عنا بالإمام وإلا هذا الفسق والفجور هذا الحرام هذا السحت لو لا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا المعصية الذنوب التجاهر بالمعصية التجاهر بالمعصية يعني إعلان الحرب على الله الإنسان الذي يأكل الحرام الإنسان الذي يعتدي على الناس الذي يأكل أموال الحرام الإنسان الذي مثلا الذي يستمع للغناء هذا يعلن الحرب على الله ربنا قال أمر محرم ولكن هذا الإنسان لا يلتزم بذلك هذا النوع من إعلان الحرب على الله سبحانه وتعالى فإذن الله يدفع وإلا يوميا لازم تحترق الدنيا ومن عليها فالله يدفع عنا البلاء بمن بإمام زماننا به يدفع البلاء عن أهل الأرض بحجة الله وبه ينزل الغيث هذا المطر الذي ينزل وهذا الغيث الذي يهطل علينا إنما هو ببركات الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم وبه يخرج بركات الأرض كل بركات الأرض اللي موجودة إنما ببركة الإمام صلى الله عليه وسلم يعني نحن بعبارة مختصرة نحن من دون الإمام المهدي ولا شيء ما لقيمة الإنسان قال بس خلي يعني أخلص الرواية أتكلم عن الكنترول أخلص الرواية وبعدها نستقبل اتصالات إن شاء الله أحاول أسرع بالقراءة الرواية قال فقلت له يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك فنهض عليه السلام مسرعا فدخل إلى البيت الإمام الحسن العسكري ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر اللهم صلي على محمد وآل محمد على عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين كأنه عمر الثلاث سنوات فقال يا أحمد بن إسحاق لو لا كرامتك على الله عز وجل وعلى حجته ما عرضت عليك ابني هذا أنا ما أخلي أي إنسان يشاهد ابني وهو الإمام المهدي صلى الله عليه وسلم ولكن أنت إنسان ثقة عندنا وعند الله تبارك وتعالى إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه الذي يملأ الأرض قصطا وعدلا كما ملئت جورة وظلمة إذا فيه اتصالات ما فيه مشكلة نستقبل يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام ومثله مثل ذي القرنين والله ليغيبن غيبة لا ينج فيها من الهلك إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته يعني الناس يضيعون ضياع الأمة الضيع الأمة تغرق في الجهل وتغرق في الضياء إلا من من الذي لا يضيع الذي لا الذي ينجو من الهك من إلا من ثبته الله على القول بإمامته يعني الذي يمتلك عقيدة سليمة بالإمام المهدي المنتظر عز وجل الله تعالى فرجه الشريف هذا فقط هذا الإنسان فقط الإنسان الذي له عقيدة ثابتة بالإمام هذا الإنسان ينجو من الهلك وبعد ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه فإذن الإنسان الذي يدعو لتعجيل الفرج الله يجعل له حماية أنت الذي ترفع يدك بالصلاة وفي غير الصلاة ولما تذهب إلى حرب الإمام الحسين عليه السلام وفي مضان الإجابة لما ترفع يدك إلى السماء وتقول اللهم عجل لوليك الفرج هذا يقيك من الانحراف هذا يسبب لك التوفيق اللا تضيع في هذه الدنيا عدنا اتصال الأخ محمد من كربلات فضل أخ محمد السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله سلام يا شيخ حياك الله أهلا ومرحبا بس صحيح لي قدعاء العهد أربعين يوم مستر منها صار لبام المهدي يعني هذه رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام اللي يلتزم بيها أربعين يوم إذا تقرأ الدعاء قبل الدعاء في رواية قرأ رواية موجودة هذه الرواية أن اللي يقرأ الدعاء أربعين يوم يوم مستمر يعني ما يقطع ولا يوم هذا يكون من يعني يكون من مو من أنصار الإمام هذا يكون في قيام الإمام يكون موجود رحم الله يكون في قيام الإمام نعم حياكم الله أهلا ومرحبا أيضا فإذن هذا الإنسان الذي يثبته الله تبارك وتعالى على القول بإمامته هذا الإنسان الذي يوفق للدعاء بتعجيل الفرج الله تبارك وتعالى يحصنه يبعده عن الانحراف يجعله في دائرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف إذن هذا نص واضح من الإمام المهدي من الذي ينجو من الهلكة من الذي ينجو من الهلاك من الذي ينجو من الضياء أولا هذا الإنسان الذي يقول بإمامته بإمامة الإمام صاحب العصر والزوان عجل الله تعالى فرجه والذي يوفق للدعاء بتعجيل الفرج فإذن هذا الدعاء لا تصور أنه نحن هكذا ندعو الله تبارك وتعالى بتعجيل الفرج هكذا لا الأمر أكبر من ذلك هذا الأمر إلى آثار كثيرة فقال أحمد بن إسحاق فقلت يا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبي زين أريد أعرف هذا الحج من بعدك أحتاج إلى علامة فنطق الغلام عجل الله تعالى فرجه الشريف بلسان عربي فصيح فقال أنا بقية الله في أرضه اللهم صلى على محمد وآله محمد فقال أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق بعد أخذ واضح جلي الإمام يتكلم بهذا المنطق وبهذه الفصاحة يقول أحمد بن إسحاق فخرجت مسرورا فرحا طلعت من عند الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأنا مسرور وأنا فرح طبيعي ليش ممسرور يا أحمد بن إسحاق ليش ممسرور وأنت عند الإمام العسكري صلوات الله عليه وأنت عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه تشرفت بلقية الإمام تشرفت بالنظر إلى الوجه المبارك القمر النير للحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه وأي شرف أعظم من هذا الشرف بصراحة احنا نعيش في غيبة وبعد من الامام هذا البعد مشكلة كبيرة المشكلة ليكن هذا البعد في العقيدة في المبدأ في الالتزام ليكن هذا البعد احنا بعيدين لم نتشرف بالحضور عند الامام سلام الله عليه ولكن ليكن بعد المنهج والعقيدة نبتعد عنه ايضا ليكون هذه الليلة تكون ليلة مؤثرة في حياتنا شوية اجلس وفكر جيدا وفكر اش كثر احنا بعيدين من الامام المهدي واش كثر جعلنا الامام يعيش في هذه الغربة لنخرج الامام المهدي من غربته بالدعاء المستمر المتواصل في كل صباحا في كل مساء ادعو للامام ولتعجيل فرج الامام وادعو الناس الى التوجه الى الامام لو ان المساجد والحسينيات في صباح كل جمعة الناس يهرؤون الى المساجد والحسينيات ويقرؤون دعاء الندبة وينادون يا صاحب الزمان الغوث الغوث ادركني ادركني الساعة الساعة الفرج الفرج لو ان الناس يتوجهون الى صاحب العصر والزمان نبقى في هذا الضيار اذا كل مسجد كل حسينية صباح كل جمعة يقرؤون دعاء الندبة ونصف ساعة محاضرة في الامام المهدي لو اكتزموا الناس جميعا بهذا البرنامج والله الدنيا تضج بعد شهر شهرين انظروا الى الاجواء المهدوية ولكن لا اعلم ماذا اقول ما اعرف كيف ابين هذا الامر لا اعرف من الذي يستفيد من غياب توجه الامام توجه الناس للامام المهدي لماذا لا نوجه لماذا الخطباء لا يتحدثون لماذا من بيدهم الامر لا يتحدث لا يوجه الناس الى القضية المهدوية لنكن منصفين ولا نجعل غير المعصوم معصوما ونعطي مكان اكثر من واقعة لماذا لا نجعل الناس يتوجهون الى حجة الله الى بقية الله الى صاحب الزمان نحول المساجد العالم كله يهتف تعلمون الاطفال اذا من الان يتربون على حب الامام والتعلق بالامام والارتباط بالامام تدري هذا الصغير وهذا المراهق وهذا الشاب تدرون شبابنا اذا صاروا شباب يلهجون بذكر الامام المهدي تدرون العالم شنو رح يصير تعلمون الدنيا الى سين الى اين ستسير كم ان ذلك يؤثر ويدخل البهج والسرور على قلب الحجة بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف فاذا اسحاق احمد بن اسحاق يقول فرحت فخرجت مسرورا فرحا فلما كان من الغد عدت اليه رجع مرة ثانية عند الامام الحسن العسكري فقلت يا ابن رسول الله لقد عظم سروري بما مننت به علي انت منيت علي انه خليتني انظر الى حجة الله عجل الله تعالى فرجه فما السن الجارية فيه من الخضر وذي القرنين زين شنو في من الخضر وذي القرنين شنو في السن الجارية يعني اي شيء يشبه الخضر وذي القرنين فقال طول الغيب يا احمد طول غيبة الامام كما جرى لهما قلت يا ابن رسول الله وان غيبته لتطول يعني هذا مؤلم وان غيبته لتطول قال اي وربي حتى يرجع عن هذا الامر اكثر القائلين به اي تمحيص اي غربلة اي ابتلاء الناس يدخلون باي ابتلاء وفعلا الناس اليوم وين اين الناس عن امامهم الان هذه مو انا ما اسميها ارتداد ورده ولكن اين الناس عن امامهم الناس الان الناس الشباء المؤمنون الملتزمون اين هم عن امام زمانهم اين هم عن امام زمانهم حتى يرجع عن هذا الامر اكثر القائلين به ولا يبقى الا من اخذ الله عز وجل عهده لولايتنا مو كل انسان الا من اخذ الله عهده لولايتنا وكتب في قلبه الايمان وايده بروح منه هذا الانسان يثبت على العقيدة المهدوية وان الناس الان ارتدوا عن امامهم وين الناس اين التوجه الناس الا الامام المهد السلام الله عليه نعم ادنا اتصال الاخذياء من بغداد تفضل اخذياء اخذياء تفضل عليكم السلام ورحمة الله تفضل حياك الله الله يبارك فيك صوتك اخذياء قطع ما اسمع ياري تعدل الارسال عندك ما اسمعك جيدا لو سمحت تعدل ارسالك انا افر انا افر جدا سؤالي شيخ من سؤالي بلي بلي شيخ من سؤالي نعم هل وردت هوايات انه الامام عز وجل الله فرجه متزود نعم هذا سؤالي اتعذيكم الله ان خذزا وفيها مال الله حياك الله عزيزي اولا امام الصادق عليه السلام يقول ان السهلة محل استقرار الامام مع عياله يعني شنو يعني انتم لما تسمعون هذا الرواية عن الامام الصادق ان مسجد سهل مكان سكر الامام المهدي سلام الله عليه مع عياله يعني ماذا عياله طبيعي هذا الشيء ولكن أنا أنصحكم جميعا لا تبحثوا عن قضية زوجة الإمام وأولاد الإمام وعائلة الإمام إحنا الآن مش مأمورين أن نتابع قضية موضوع عائلة الإمام وأهل الإمام إحنا الآن هدفنا هو الإمام المهدي هو الإمام الهدف ليس العائلة فلذلك كمعلومة يكون عندك أكيد نعم الإمام عنده عائلة وهذا في عالم الغيب لا يعلمه أحد لأن الإمام الصادق يقول الإمام المهدي بعد الظهور يستقر مع عائلته والله العالم يعني هذا اللي نعرفه من كلام الإمام سلام الله عليه فإذن أرجع للرواية مهمة جدا الإمام يقول إي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر يعني قضية الإمام المهدي أكثر القائلين به الناس اللي يعتقدون بالإمام يقولون بقضية الإمام المهدي يعتقدون ولكن يرجعون كيف يرجعون مش شرط ينكر الوجود المهدوي ما عنده إقمال ما عنده توجه الآن الشيعة فعلا في كل مكان انظروا إلى شباب الشيعة في كل مكان بدون استثناء أين التوجه لديهم إلى الإمام المهدي نعم متوجهين يحبون الإمام ولو كان لبان أين أعطيني دليل أعطيني مشهد أعطيني مجالس الاستغاثة بالإمام المهدي إذا ما في مجالس الاستغاثة بالمهدي سلام الله عليه هذه نوع من الارتداد ارتداد يعني ماذا ارتداد يعني لازم يقول أنا مرتد لا عمليا هذا ارتداد ارتداد عن الإمام المهدي وفعلا الآن نحن نشاهد هذا الشيء ما دام أن الناس لا يقبلون إلى الإمام ولا يقيمون مجالس الاستغاثة والندبة والتوسل والدعاء يعني الناس الآن بعيدين عن الإمام ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل من يبقى؟ ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا هذا الإنسان اللي عنده ولاية وعند عقيدة راسخة وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح هذا الإنسان يثبت على العقيدة المهدوية وللبقية يرتدوا نعم أدنا اتصال الأخ أبو عمار من كربلات فضل أخ أبو عمار السلام عليكم شكرا عليكم السلام عزيزي لأني أكمل الملجعية لأني صاحب الحصول الزمان في هذه الولادة الملمونة بارك الله يعجل لفرجه ونجعلنا من أنصاره في الدنيا والآخرة بحق محمد وعلي محمد شكرا في الزار يا الحمال دي فضل عزيزي بالنسبة إحنا الآن اللهم أعجل لولئك الفرج ونجعلنا من أنصاره وعوان نحن في حقبة عمر يعني عمرنا والناس سبقتنا سابقا نعم ما سبحانه عز وجل لله ما عجل فرجه في ذاك الزمن ونحن لا يظلم كذلك ولا يعلم هذا الفرج إلا الله سبحانه عز وجل فنقول نحن إذا وقفان الأجل والذين قدنا يسبقونا ونحن من محبين الحجة هل يأتي يوم من الأيام عندما يظهر القائم عجل الله فرجه الله سبحانه عز وجل يخرج هذه الأجساد وتكون من أنصار القائم أم لا أحسنت نحن بحب وشغف يعني لأنه كل من أولياء أحسنت هذا سؤال يعني بارك الله فيك أحسنت أخي أبو عمار إن شاء الله بالخدمة الله يبارك فيك ويعطيك العافية أخ أبو عمار الله يبارك فيك بالنسبة إلى عدنا محبة للإمام سلام الله عليه وأنا معك في هذا الشيء الآن الشيعة كلهم يحبون الإمام المهدي ولكن هذا الحب ما ينفع يكون قلبي فقط لازم سلوكيا يظهر لماذا أقول اليوم لازم المساجد يعني لازم الصبح تسمع المساجد وهذه السماعات كلها تضج بدعاء الندبة هذا يدل على الحب الحقيقي والعملي وأما بالنسبة للسؤال لو يقرأ الإنسان هذا الأمر دعاء العهد أربعين صباح متتالية لو إما هذا الإنسان يدرك الإمام عجل الله تعالى فرجه وإذا مات يأتون على قبره يقولون يا فلان ابن فلان لقد ظهر الإمام المهدي هل تريد أن ترجع ترجع وتنصر الإمام يأتون على باب قبره ينادون يا فلان أنت قرأت دعاء العهد أربعين صباح وأنت موعود بنصرة الإمام الآن رجع الإمام إذا مات إذا مات يأتون إليه فماذا نعمل علينا بدعاء العهد أربعين صباحا يا أحمد بن إسحاق كلام الإمام الحسن العسكري يقول هذا أمر من الله وسر من سر الله قضية الإمام المهدي وغيبة الإمام هذا أمر من الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله إذن البعض الذي يوجد بعض التساؤلات في القضية المهدوية وهذه التساؤلات ترتبط بالله ترتبط بغيب الله تبارك وتعالى ظهور الإمام لم يظهر في الماضي ولكن بين ليلة وضحاها قد الله سبحانه وتعالى إن الله في خلقه شؤون لا نعلم قد الأمر يهيأ في أي لحظة نعم عدنا التصال لأخت حوراء من الكوت فضل لأخت حوراء عليكم السلام ورحمة الله سؤال لديك يا مهدي يا صاحب الزمان يا حجة الله تفضلي شكرا لك شكرا لك يا صاحب الزمان الحمد لله عندك سؤال بلد فضلي أنا استقضت الإمام المهدي يوم كامل فلباني الإمام المهدي حاجتي واليوم أنا اليوم همي أني عنده حاجة يعني كل الصحبة وهم استقضت الإمام المهدي المده اليوم كامل بنفسي يعني الإمام المهبي من العيدة حاجة تعلمها الكثة على ساقية الإمام المهدي شنون الساقية المهدي بالإمام المهدي عزيزة يعني طول اليوم طول السبوط نعم بارك الله فيك شعطيش العافية أخذ حوراء من الكوت بالنتيجة الإنسان يكون عنده ارتباط بالإمام المهدي في الأمر المهم هو المعرفة معرفة الإمام نحن علينا أن نقرأ الروايات التي تحكي مسؤوليتنا في عصر الغيبة الكبرى الآن ما هي مسؤوليتنا؟ مسؤوليتنا الدعاء للإمام، التصدق للإمام، القراءة عن الإمام، العقيدة بالإمام هذه أمور مهمة لازم ننشر في كل مكان في كل مكان القضية المهدوية لازم تأخذ بعادها لازم الناس يشعرون بوجود إمام بحجة الله الإمام هو إمامنا، هو سيدنا، هو قائدنا، هو مولانا هذا هو القائد الأعلى القائد الذي يقود الأمة هو الإمام المهدي سلام الله عليه القيادة العليا للحجة بن الحسن صلواته الله وسلامه عليه نعم، فإذن أختم بهذه الكلمات الإمام الحسن العسكري يقول يا أحمد بن إسحاق، هذا كلام موجه لنا جميعا أحمد بن إسحاق، واسطة ووسيلة لإيصال هذا الكلام أن هذه مسؤوليتنا في عصر الغيبة هذا أمر غيبة الإمام المهدي أمر من الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين يعني هذه الأمور اللي خبرتك عن إمام زمانك اكتمه تكن معنا غدا في عليين هذا رسالة مهمة أن الإنسان الذي يكون مع محمد وآل محمد سلام الله عليهم الذي يكون ناصراً لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه بماله، بيده، بدعمه، بمشاركته، بتوجيهه في كل مكان بالجامعات، بالمعاهد، بالمساجد، بالحسينيات في كل مكان، في المواكب الإمام يقول هذا الأمر اكتمه لا تخبر أحد واشكر رب العالمين تكن معنا غدا في عليين يعني أهل البيت مكانهم في عليين أنت تكن معنا الحمد لله في أفضل من هذا الشيء في أعظم من هذا الشيء أن الإنسان المؤمن يبشر ببشارة في عصر الغيبة التزام بالإمام المهدي معرفته للإمام أقيدته بالإمام تكون مع أهل البيت تكون سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم هذا النصر للإمام صاحب العصر والزمان ليلة عظيمة ووصيكم بإحيائها إلى أذان الفجر احيوها بالعبادة بذكر الله بصلاة الليل بصلاة بدعاء الفرج وكرروا الأدعية وكرروا الذكر وابتهلوا في هذه الليلة توسلوا بالإمام المهدي لحياتكم لسعادتكم لنجاحكم في هذه الحياة دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة والخير اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه اللهم أرضي عنا إمام زماننا وفقنا لنيل رضا دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة إن شاء الله ختام البرنامج مساء غد ساعة تسعة ونص ننتظركم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج وحياكم الله في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة